نتحول للحديث عن الحادث المروع الذي وقع صباحة اليوم ثم نعود للحديث بالتفصيل عن قطاع التربية وما يعيشه وما يشهده بعد تسريبات التي حدثت في شهادة البكالوريا في امتحانات شهادة البكالوريا 2016 إذن الحادث المروع الذي وقع بولاية الأغواط حسب ما أكد المدير الولائي للصحة في ذات الولاية السيد عمد الدين معاد أن الحصيلة النهائية لهذا الحادث المروري الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بولاية الأغواط وصلت إلى 32 قطيل و22 جريحا أغلب المصابين في حادث المرور في حالة صحية مستقرة باستثناء جريح واحد مصاب بحروق من الدرجة الثانية سيتم تحويله إلى الجزائر العاصمة للعلاج للإشارة الحادث الخطير الذي وقع حدود الساعة الثانية صباحا و50 دقيقة عن مستوى الطريق الوطني كما قلنا رقم 23 الرابط بين دائرتين آفلو وواد مرة بالمكان المسمى منطقة تجدر وقع حين استضمت شاحنة بحافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ورقلة باتجاه ولاية وهران وقد تم التعرف على هوية بعض من الضحايا التي تفحمت جثتهم بالكامل على إثر اشتعال النيران في هذه الحافلة التي استضمت بالصخور بعد استضامها المباشر بالشاحنة فيما توفي ثلاثة آخرون نتيجة إصابات تعرضوا لها وحتى في أخبار عن اختناقات داخل الحافلة في سياق متصل شرعة الشرطة العلمية لولاية الأغواط في عملية التعرف على هوية الجثث المتفحمة كما تشوفوا الفراج هذا رأى أدى بحواذ كثيرة فراج منعراج خطير جدا ورأى كل خطرات كأن حواذ مرور الدليل على ذلك هذه الشاحنة التي استضمت بالحافلة أدت إلى أرواح كثيرة ونطلبوا من السلطات هذه تعولية الأغواط أنها تقوم وتدير إجراءات صارمة ترجمة نانسي قنقر